القوات الأمنية في العراق في الثامن من أهب عام 2003 أصدر رئيس السلطة الاحتلال بول بريمر قراره رقم 22 بتشكيل جيش جديد في العراق بعد تفكيك جيشه السابق بدأت القوات الأمريكية العمل على إعادة وزارة الدفاع لتتمكن من الإشراف على الجيش الجديد بإشراف أمريكي تألف الجيش الجديد من القوات البرية والبحرية والجوية وهيئة أركان تتولى السيطرة على هذه القوة والتي بلغ عددها أكثر من عشرين ألف شخص ليصل إلى خمسة وثلاثين ألف شخص مع نهاية حزيران 2003 تألف الجيش أنذاك من ثلاث فرق تضم كل فرقة سبعة وعشرين فوجا آليا خفيفا مع بداية حزيران 2003 ارتفع جمالي الضباط المتدربين إلى ألف وستمائة واثنين وتسعين ضابط وضباط الصف المتدربين إلى ثلاثة ألاف وخمسمائة يشكل خمسة عشر فوجا عسكريا بالنسبة لتألف القوات الحكومية حاليا في العراق لدينا الجيش الحكومي النظامي وأيضا الفرقة الذهبية أو قوات السوات طبعا أبيد نصفها في الموصل وفق وزارة الدفاع الأمريكية الشرطة الاتحادية قوامها ميليشيا بدر أبيد ثلثها في الموصل وفق الصحافة الفرنسية ولدينا جهاز مكافحة الإرهاب ولدينا ميليشيا الحجد المكونة من الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة والتي تشكلت بعد فتوى السستاني في الجهاد الكفاية عام 2014 لدينا أيضا قوات البيشمرقة الكردية الحشود العشائرية أي الصحوات والتي شكلها قائد القوات الأمريكية السابق في العراق ديفيد بيترويس حشود الأقليات مثل الحشد المسيحي واليزيدي وهذه هي القوات التي خاضت الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الذي سيطر على أربعين بالمئة من مساحة العراق في عام 2014 طبعا مدعومة بتحالف دولي مؤلفة من سبعين دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبإسناد من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ترجمة نانسي قنقر